زيارة تفوح منها رائحة النفط بها اتسمت رحلة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قبل أسابيع إلى وطنها الأم الهند وهي الثالث أكبر مستورد للنفط الإيراني خطا حثيثة لواشنطن لقطع شرايين إيرادات النفط الإيراني قبل الرابع من نوفمبر 22 المقبل ولأن تقنع واشنطن كبار مستهلكي النفط الإيراني في نيوديله وبيجين بالتوقف عن شراء النفط من طهران فهي مطالبة بتوفير البديل وعند الحديث عن البديل تحذر طهران مما تصفه بخيانة عظمى قد يقترفها أعضاء في أوبيك إنهم حاولوا الاستحواذ على حصتها في سوق النفط وإن تعلق الأمر بالنفط فلا مجال للديبلوماسية تفقيد أوبيك مصداقياتها تقول إيران مشيرة إلى أن أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط بصدد تحويل المنظمة إلى أداة بياد الولايات المتحدة ويسمي مندوب إيران في أوبيك صراحة السعودية والإمارات وحديث طهران عن تسييس أوبيك من خلال امتثال منتجين كبار للنفط بحجم الرياض وأبو ظبي للسياسات الأمريكية حديث جديد قديم لكنه تصاعد بشكل لافت في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتبني إدارة ترامب خطة حرمان إيران من بيع نفطها وإخراجها تماما من سوق النفط تعلم واشنطن أن خروج إيران ثالث منتج للنفط في أوبيك وحرمان السوق العالمي من نحو مليونين واربعمائة ألف برميل نفط يوميا سيحدث خللا في معادلة العرض والطلب وأيضا في أسعار النفط التي تشتكي واشنطن من ارتفاعها على قاعدة نحميكم بمقابل توجه الرئيس الأمريكي إلى السعودية لزيادة إنتاجها من النفط وبعد محادثة هاتفية بينه وبين العاهل السعودي كشفت الرياض عن رفع إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا لسد العجز في سوق النفط ولدر ارتفاع الأسعار على خطة السعودية ودون انتظار الطلب من أحد تقدم الإمارات نفسها بديلا لإيران في سوق النفط مع وعود برفع إنتاجها إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل يوميا للحد من أي نقص محتمل لإمدادات النفط هذه الزيادة التي أعلنتها الرياض وأبوظبي تلبي أهواء واشنطن لكنها نكث للاتفاق الذي أجمعت عليه دول أوبيك أخيرا بزيادة إنتاج النفط بشكل محسوب لا يتجاوز مليون برميل يوميا على أن تتوزع هذه الزيادة على جميع الدول الأعضاء من دون المساس بحصة إيران في السوق بحسب وكلة بلومبرغ فإنما بيعات النفط الإيرانية تراجعت بنحو 24% ما بين مايو أيار حين أعلنت واشنطن خروجها من الاتفاق نووي وأغسطس آب حين دخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ وإذ يشكك محللون في قدرة واشنطن على وقف صادرات طهران من النفط كليا فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع في أسعار النفط قد يوصلها إلى 120 دولارا للبرميل بحلول نوفمبر 2022 إن استمرت تراجع الحضور الإيراني في أسواق النفط ترجمة نانسي قنقر